إذا عندك هذه المشكلة في الحمام تعرض لك الحمام دي لك هالترسوبات الصعبة في التنظيف و هالكالكير هدا سواء كانوا عندك ملمين أو لكتي مسافرة عندي لك الحل و كذلك إذا عندك المشكلة هدا في الحوضية الغسيل عندك فيها كأوساخ كانوا عندك معلمين أو لكتي كيمكت لك مسافرة و تركموا عندك هالك الأوساخ أدوى أعزكم الله خليكم معي للآخر عندي لكم الحل مكوين واحد بلا مجهود غا تحصلوا على هاد النتيجة السحرية في دقائق خليكم معي باش تكتشفوه وتشوفو كذلك طريقة الاستعمال ديالو و يلا نبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة نتمنى تكونوا بخير و لأخير يارب أرجع تلكمني فيديو جديد و كيما كتشفوه معي هاد فيديو لتنظيف غادي ندخلوا بإذن الله للحمام هنتقسم معكم واحد المكوين السحري غادي هنكم من أصعب المشاكل في الحمام خليكم معي لأخير باش تكتشفوه و كنشكركم بزبزب على المتابعة ما تنسوني تبلايك والبارتاج و كنتمنى لكم فرجة ممتعة سوف نبدأ بسم الله على بركة الله كيما كتشفو معي بعد ما دخلنا الحمام اول حاجة هنمشيو المكان اللي بغينا ننظفوه هاد اول مكان كيما كتشوفو معي يعني هالق في الكاركيرو ترصوبات الصعيبة يعني هادا كيحتاج منه وقت طويل باش انا ننظفوه اولا نحكوه بالجيكس اولا يعني ما عليكم إلا تديروا القفزة ديلكم باش حميوا اليدين ديلكم و يلا هنتعرفوا هاد المكوين اللي غادي سهل يعني لتنظيف في دقائق بلا مجهود غادي نحكوه كخفيفة و كل شي غادي نتخلصوا منو في دقائق بالنسبة لهاد المكوين كيما غادي شوفو معي هو السيف يعني هاد المكوين نرى نديجة تقسم سمعكم استعمالات الرائعة باقي ان شاء الله هنزيد نتقسم معكم استعمالات اخرى كيما كتشوفو معي هو جيد حتى الحمام يعني غايفيدكم بزاف حتى في الحمام غير غادي ترشوه لهاد المكان هادا كيما كتشوفو معي هو رائع و رائع و ريحته مقول يعني ما تخافوش يأطر عليكم او لشي حاجة ماشي بحل الناس اللي عندو الحساسية صعيب عليه الناس هادا بعدها بريحة الحامض ما كيأطرش نهائيا عليكم غير ديروا يديكم باش حميوهم ديبا غادي نرش واحد في دي الما بعد ما درس المكوين هادا في الارضية كيما كتشوفو معي ديروا الكيمية الكافية ارشيت واحد في دي الما قد نساعد بواحد الشيطة غير باش تسهل علي بصورة نتخلص من هادا واللي عندو الوقت ممكن ارشي عليه و يخليه يعني قدم خليته بزما كان سهل بزاف يعني كتجيب واحد شيطة رباوي كتدوزو وتشله طبقا انا حي تبغيت الناتجة فورية قد نحك واحد شوية ولكن ماشي دك المجهود لكي تطلب منه فاش كيكوش المكوين لاحظوا معي دبا غادي نحك بصور عهد الاماكين هادا و غادي نخليهم يعني حتى الفواصل ديال الفايونس راح جيد ليهم يعني بنسبة الناس اللي عندو دوك الفواصل كحلين هادو ديال اللي كيكونوا هكما بالفايونس يعني تهو جيد تديرو استعنوه في المطبخ في الحمافين ما عندو دوك الفواصل مستخين حاولوه تركزو عليهم و تديرو دك المكوين عليهم سافر غادي رجعو بيدين يعني هو عرف فعال و نتيجته رائعة كيما غادي نخليه و نمشيه باش ننضفه حوض الغاسل باش يحتاجنا نتيجه اكتر دابا كيما تشوفوا معي عزاكم الله يعني لكانو عندكم هكما معلمين مركتم سافرين لاحظوا داك الصداء دوك الاوساخ انا غادي نوزع هاد المكوين كاما على هاد الحوض كيما كتشوفوا معي و غادي نجيب واحد الشيطة كيما قلت لكم يكتو زربانين كتتتتعنو بشي شيطة كيما قلت لكم يكتو زربانين كتتتعنو بشي شيطة كتتو ما زربانين شرشو خلي واحد المود داك كتتشللو سافي كتتحصلو على نتيجة هائلة دبا نحاول انا نحك لاناني هذا كيما كتشوفوا عليه اوساخ كثيرة يعني و ترصو بالتهواء والكالكير و شوية ديال الصداء يعني مكرفس دبا غا ندوزع لي و ممكن تتتعنو كيما كتشوفو معي و تحاولوا تحاولوا تحكوا وقع الاماكين اللي يكون في هذا الشيطة مركز و كدلك قعدت الشي كيكون صعيب و لما مدردش كوم هذه الشيطة ممكن تتعنو بأي شيتة انتم معنكم اولي الشيطة ديال الصنا اللي كتحك لكم قع الاماكين الصعبه و البعيده يعني مشي شي حك يصعيب راجع ندوزع لي يعني باش بصورة هاد الشي نتخلص منو او كيما قلت لكم جيبو غادي بونجار دبا و تدوزع ليه احسن يعني كتتتحكموا فيها و تد اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 اشت او لدكتر السوباسي اللي كتخلصوا منهم بسرعة كنتمنى فعلا النتيجة انا اتنال الاعجاب ديالكم اللي بغاد ندوزون شللو كذلك حوض الغسيل باش تشوفوا كذلك نتيجة نهائية وما زال غا نتفوي كذلك في الحمام لاحظوا معايا يعني بعد ما اخوي الدبل ما على هاد الحوض هذا كي ولي بيض يعني كي يلمع ما شاء الله وحتى الصنبور كذلك دبل يعني رانخوي شغي كيميا قليلة ديال الماء انا غادي نزيد ورا فعلا كتحصلوا على واحد النتيجة اللي خطيرة كي ما كتشاهدو كنتمنى فعلا انا اتنال الاعجاب ديالكم دبعا ندوزو كذلك نشوفو اي شنو غادي ننضفو به كذلك في الحمام من غير هاد الحوض والارضية دبعا ندوزو كي ما كتشفو معي عزكم الله لهاد هادو اللي كنحطو فيهم هكا الاغراض ديالنا اللي كيكونو من البلاستيك اللي باقين عندو بحال هادو في الحمام يعني هادو عند اهليهم واحد الاوسخ اللي هي صحيبة و قديمة يعني بحالة كم الشوك كي ما قلت لكم اللي كتم سافرين ولا كانوا عندكم معلمين و تعرضوا لهاد الاوسخ هادي بلا ما تتقلقوا غير ديروا هاد المكوين هادو وديروا حكا خفيفة غير ببونجة ما تحتاجوش نهائي ينجيكس ولي عندكم وقت طويل خليوا واحد نمود وارجعوا لي كي ما غا تشوفو معي دبعا انا عندي واحد بونجة رطبا وندوز عليه تدوية خفيفة يعني ما غاديش يحتاج معي ذاك المجهود ذاك الوقت طويل وبسرعة غادي تشوفو معي كذلك النتيجة الاكتر من رائعة وغادي نحك حتى الجوانب والحائط يعني قاعد الجوانب دير هاد المكان هادا غادي ندوز عليه هاد المكوين هادا كما غا تشوفو معي حاولوا تحكو تركزوك على القناة هاكا والبلايس اللي مركز فيهم اللي كين فيهم بسخ كتير اولا تحلكم هاكا كسوكة سلحو تحلكم كسيمة اولا اي حاجة راكي خلصكم منها بسرعة لاحظوا معي غا تديروا الليقات بعد ما تشللتوا دابا كم حصلوا على واحد النتيجة الاكتر من رائعة فعلا كنتمنى انها تنلقي جاب دي لكم هاد النتيجة هادي وتجربوا وبنسبة الاخوات اللي سولوني كدلك انا جاوبتكم في هذا الفيديو لاحظوا معي بالتجربة يعني بلا بنجاوبكم غير هاكا في التعاليق دابدرت لكم التطبيق وشو النتيجة وقدم عينيكم يعني الحوض كي كانوا كي ولا وكذلك هاد المكان كي كانوا كي ولا كنتمنى فعلا يفيدكم وتستفدو من هاد الحصة هادي وكنتمنى هاد النتيجة هادي انها تنالي اعجاب دي لكم كيما كنتشوفوا كل شي رجع جديد ما شاء الله يعني الحمام رجع كيشل كنتمنى فعلا غير تطبقوه وتديرو اللي قاتل يديكم باش حميوا يديكم وتنظفوك على الاماكين اللي عندكم صعيبة في الحمام غير بهاد المكوين هذا ما كتحتاجوش قوة الخلاطات او القوة اي حاجوم وكي اضطرش كذلك حتى على صحاب الحساسية كنتمنى فعلا تجربوه وهنا كيكون الفيديو دي النسه لو كنتمنى هاد الحصة تكون خيفة ترفع لقلبكم تكونوا استفتو لو بالقليل وكنشكركم بزرزف المتابعة بتنسونيش بلايك سبارتاجو الفيديو من الاهل والحباب دي لكم باش فائدة تعم وتدروج جديد ديالي وإلحصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع فديجة وشكرا على المتابعة